كون اني اكون متعصب لمسلسل فده تفكير اطفال مع احترامي واليد كمان تفكير اطفال مش تفكير اطفال من فضلك ما تتكلمش كلام صح من فضلك ايه اطفال ناس بتحب المسلسل وحطوا حياتهم كلهم حواليه وما بيفكروش في اي حاجة غيره ليه تقول عليهم اطفال ليه تتكلم صح ليه توصف الحاجة بشكل دقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حابب يا دود ان دا لينك اللويور هيبقى له جزء تاني اه طبعا وتالت ورابع وخمس ده مش من المسلسل اللي هو ماشي على خطة احداث واحد لما يخلص تبتلي تقلف له احداث هي اصلا اللي انا فاهمه نياه سلسلة من الروايات والفكرة فكرة محامي كل سيزن هيخش في قضية كبيرة ويعضي ازأز في قضية صغيرة على جنبه بتاعه وطول ما هو مسلي وطول ما هو حلو خليه شغالي انا بقى انا قلت لكم انا فكرة العداء المبدال دائل اي حاجة في الدنيا بتمتد المواسم الجديدة دا انا ضدها تماما تماما فمش كل ما مسلسل تسمعوا ان هو تجدد لحاجة الحلب هات الجردل عشان حلاحلب هاتو الدكتور عشان يخلق بها مش كل حاجة كده يا جدعان بلاش اسلوب الحفظ اللي الناس بقت في ده في حاجات اه شكل قصصها خلصت جدا لدرجة اللي ما بينزل لها مواسم تانية او اجزاء تانية بندرس وفي حاجات لا عم علام مفتوح مبرحتك في ايه اراية مراجعات المسابقة احسن من اراية السفيهات ولا انا لسه دوري في المراجعات ما وصلش انا دوري في المراجعات في مسابقة المراجعات حيبدأ مع انتهاء الفلترة الاساسية حيبقى فيه عدد من الفايناليستس انا حابتدي اقرأ بقى واشوف الشغل بتاعهم علشان نختار التلاتة الفائزين دي مرحلة حتبدأ بكرة او بعده ان شاء الله بحيط ان احنا نبقى جاهزين ان احنا نعلن الفائزين واخدوا الجواز بتاعتهم ان شاء الله زي ما قلنا خلال الاسبوع الاول من شهر ساعة ايه رأيك في ده بلاك فون ده بلاك فون عجبني جدا 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 انبسطت منه جدا ده بلاك فون من اكتر الافلام اللي فيها مشاكل اللي بيجبرني ان انا اتجاوز عن مشاكل لان هو اه يعني لو حنيجي نفسص فيه ونمسك كل زوايا الانتقاد الممكنة لاحداثه او لاسلوب الرعب فيه او لطريقة الربط بتاع الحبكة او طريقة ايجاد الحل للحبكة في نهاية الفيلم دايما هيبقى عندك مشكلة طب هو ازاي عمل كده او ما عملش كده طيب هو الخط اللي فضل مماشينا وراه ده واتطلع في الاخر ايه امته طب هو ايه الربط ما بين ده وما بين ده طب انت ليه بتقول ان الرعب بتاعه رعب فريد قوي رغم انه في الاخر معتمد على تلات اربعة جامب سكيرز زي وزي ايه كل حاجات ده اتفى محلها بس نرجع تانية للنظرية اللي انا مصمم عليها دايما انه مفيش فيلم في الدنيا ومن غير عيوب المهم هو انت بتعمل العيوب دوت بتدينا مكافأ ايه في الاخر بلاك فون مليان مكافأات على المستوى العاطفي اكتر بكتير من اللي ممكن تتخيله فيلم رعب او اولا مين شاف ده بلاك فون يا جماعة انا عايز اسألكم سؤال الناس اللي شافوا الفيلم ومش حنحرق ما تقلوش احنا اخدين بالنا مي مي يس ايوان شوفت الحمد لله في في عدد معقول من الناس شافوا الفيلم اول حاجة افكركم بيها ايه قلولي الافلام اللي افتكرتوها وانتو بتتفرجوا على ده بلاك فون او بعد ما اخلص ماشي شاينينج جدا ايه كمان ايه كمان ات نار برافع عليك ده شاينينج و ات اكيد ده كول اه عشان الفاكتر بتاع لكن مش قوي يعني ده شاينينج و دكتور سليب قوي بكل تأكيد ات جدا طبعا يعني عاوز اضيف عليهم كمان حاجة سوبر ايت بتاع جي جي ابراهمز اللي كان من انتاج ستيفن سبيلبرج لو انا فاكر وعايز اضيف عليهم كمان حاجة بس دي عايز اتناولها بحساسية شوية الناس اللي شافوا الفيلم ممكن يفهموا اللي انا بقولوا مش عايز اشرحوا اك ساينز بتاع ايه نايتش يا ملا جدا ياس فاشخ حلو قوي ايه العامل المشتركة ما بين الافلام دي العامل المشترك اللي ما بينها هي الاخلاص لعالم الطفولة بكل زوايا الجميلة وكل زوايا قبيحة وبالتحديد في الولاد وعلاقة الولاد بالبنات بس المهم كود التعامل بتاع الولاد في مرحلة اعدادي اللي هي المرحلة اللي مليانة تلزيق دي ومرحلة سنوي مع بعض طريقة العداء ما بينهم وبين بعض طريقة العنف ما بينهم وبين بعض طريقة الاخلاص ما بينهم وبين بعض. ابعاد الصداقة ما بينهم وبين بعض. وبعدين الفيلم اضاف لده الزاوية والمشكلة كلها موجودة في وسط عالم الاطفال وحلولها موجودة في وسط عالم الاطفال. كل اغلب الافلام اللي احنا كلمنا فيها دي معاه ده ساينز لانا بقول لكم ساينز عايزة تعمل معاه بشوية حرص شويتين. لاني ممكن احرق لو اتكلمت شوية في ليه ساينز والكلام ده. الباقي كله هم اطفال في بعض. هم مجتمع غريب شوية. ممكن يكون فيه عنف شديد قوي. فيه قصوة شديدة قوي. فيه تنمر كتير. فيه استضعاف كتير. ولكن فيه رياضة. فيه لعب. فيه قدرة على تحمل مسئولية الى حد ما. وفيه اخلاص لبعض. اللي هو احنا مشكلنا مشكلنا ما بيننا وما بين بعض. حلولها ما بيننا وما بين بعض. وبنقف جنب بعض. يعني اعرف احنا بنشد بعض في الاخر. فدف ده بلاك فون جدا على مستوى تجربة المشاهدة في كل مراحل الفيلم. وبالاخص في المرحلة الاخيرة. شكله حلو بس انا ما بحبش الرعب. والله وانا بتفرج على الفيلم عادت الفترة طويلة قوي عمالة. اقول طب ما والحمد لله ما فيوش رعب هو لحاجة. وقعدنا اخذنا على الهادي كده والعملية في اللطيف. اه طبعا فيلم جد. الموضوع اللي بيتكلم معه هو موضوع خطف اطفال. فمحزن جدا وحاد جدا. وفيه شوية عنف آآ اسري. انا بصراحة فجأتي به. عايز عايزة اهني الفيلم على كرئته في تناول المشاهدة دي لان الناس تانية كلها بقتوا. تتعامل مع الحاجات دي بشوكة وسكينة قوي. تمسك عصير من على بعض مترين وتعمل لك شارة كده لكن الفيلم دهů في ايه عمد انا ranked حسستني ان انت مش همك حد يابا فاللي انت عملته ده. قلت حلو والله حدرشأله للناس بقى ومش مهم موضوع الرعب ده مش وضوع من الرعب ده راح رزعني حد تتخضى طلعت من نفوخي وانا قاعد قلت لا يا عم هو ولا دكتور سليب دكتور سليب احسن في نواحي كتير بس الناحية العاطفية بالتحديد ودي من النواحي التميز في دكتور سليب اكتشلي مش ما هيش من الحاجات اللي مش موجودة في الفيلم خالص ده بلاك فون اكتر بكتير الحدوطة يا جماعة واضحة الحدوطة يعني موجودة في التريلر فانتوا عارفنا هو ولد بيتخطف في احد المدن سنة 78 وسبعين وما هواش حدثة الخطف الاولى في حد في حوادث تانية حصلت قبلها لعدد من الاولاد هو يعرفهم وعدد او عدد من الاولاد التانية هم يعرفهمش بس هم كل هم بقوا مشغورين بان هم اختفوا او ان هم تلما اختطافهم او كلام زي ده والولد ده بيتم احتجازه في غرفة بيفوجق بان فيها تليفون التليفون ده مش متوصل في اي حاجة ولكن بيرن ولما بيرد اللي بيرد عليه هم الولاد اللي اتخطفوا قبل كده او اشباحهم او ايا كان كل ده موجود في التريلر بيفوش اي حاجة فاحنا بنمشي في سكك طويلة قوي لغاية لما نوصل لان الظواهر دي تبتدي تتضح او تبان او يبقى مشاهدها موجودة معنا على الشاشة بعد ما بتحصل كل حاجة في الفيلم او زي ما يكون الفيلم كان بيجري علشان يوصل لنقطة دي لان كل نواحي الاستعراض اللي عنده وكل نواحي الاضافة اللي عنده موجودة في ده بس فده اعلى حاجة اعلى درجات الاستعراض واعلى درجات التقلق على مستوى التلاعب بالتجربة البصرية في وسط المكالمات دي الجانب العاطفي في التواصل ما بين الولاد دول مع بعض والتصاعد بتاع الحبكة الولد دوت بيتغير ازاي في المكان ده من خلال التجارب دي فده فريد يا جماعة ده مش شابه حاجة تانية اه الدعية افضل اداء في الفيلم انا رأيي اخته الصغيرة اتفق اه موافقك فظيعة بنت اللازينة كارزماتيك جدا 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 واخدم ساحتها كده مش بتشتغل بتعليمات بتنفعل وبتزعق وبتشتم وبتعيط وبتعمل لا بنت اه جمدة بنت اللازينة والواد الواد جمد قوي الواد انا كان عندي عليه شوية تساؤلات ولكن يعني كنت عاوز اضفها لنقاط الضعف بتاع الفيلم ان طريق التفاعله مع الظواهر اللي هو بيعدي عليه هداية فيه يا ابني مش المفروض يجي لك صدمة عصبية مش مفروض تنهار مش مفروض يعني انا عادي شوية ناخد تلت ساعة كده انت غيبوبة وبعدين تصحى وبعدين نكمل بقية الفيلم بس مع تصعد الاحداث ووصولا للمشاهد الاخيرة والمشاهد الاخيرة فيها توصيف للبروفايل بتاع الولد اكتر بنكتشف ان دوت كان اصح لان هو هو المفروض يعني ان هو شخصية فريدة رأيك في اداء ايثان هوك حلو جدا وجامد جدا وما هوش المتصدر للمشاهد الفيلم كله بيتحكي من بصلة الولد واخته ساعت ففي المشاهد اللي هو ظهر فيها ومن غير شرح كتير ومن غير تبرير كتير ادى بروفايل كامل لشخصية البريدتر اللي هو بيجسدها وبدون اي اوجه للتعاطف رغم ان فيه تماثل ما بينه وما بين شخصية تانية موجودة في الفيلم بتشرح لك ازاي الشخصية اللي ازاي دي بتتولد او بتتوجد كل ده هو مقدمه من الانفعلات بتاعته من نقاط ضعفه نقاط قوته الاوقات اللي بتحس فيه انه هو طيب واليف وحلو وبتاع والتحول المرعب وده حقيقي مرعب للجانب الشرس بتاعه لا 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 عجبني جدا جامد او ابن اللي بروفايل القتل ما تبناش كويس مش مهم يتبني كويس انا بقولك انت لو فكرت فيه هتعرف كل حاجة انت عايز تعرفها عني مفيش حاجة هتقع منك يعني تنوع الاقناعة في بلاك فون عجبني جدا وطريقة اللي اخرجوا بيها المكالمات كمان انا موافق جدا وفكرة الاقناعة وضرورتها اصلا بيضيف ابعاد للبروفايل بتاع الفيلان انا بقولك انت لو ركزت فيه هتعرفه يعني هتفهم ابعاده كلها ومش لازم يقعد يحكيها لك من تقرير الشرطة المكالمات 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 طريقة الاخراج بتاعها طريقة التفاعل بتاعها وصول للمكالمة بتاعة صاحبه المكالمة بتاعة صاحبه ديت انا بجد انا عايزة سقف يا جماعة التصعد لغاية لما جات المكالمة اللي فيها الحاجات الجامدة قوي لن انا مش عارفة اقولها قوي اما معلمت معايا اللي بيخرج الفيلم عارف عارف هو بيراهن على أدي مشهد والراهان على مشهد غريب يعني Adriico ليه مشهد زي ده مؤثر ليه مشهد زي ده انا بقول ان انا كنت عايزة سقف فيه بس هو فاهم هو ليه مهم وفاهم انه هو اللي بيحسم كتير في التفاصيل بتاعت شخصية الولد نفسه في اللي جاي في الأحداث والتصاعد بتاع المزيكة والتصاعد الحركي ما بينهم هما الاتنين مع بعض خبرة بيهاض مشهد مشهد لو اللي بيتفرج دخل بأسئلة مسبقة عاوز يقيس الفيلم على أساسها هو بيخوف ولا ما بيخوفش هو الرعب بتاعه نوعياته ايه هو فيه شرح كافي ولا لا هو البروفايل بتاعه معرفش مين اللي هي الأسئلة اللي دايما بنقعد نقيس عليها اي فيلم بعيدا عن اننا نديله فرصة ان هو يقدم نفسه ان هو يشرح حواليه متميز ان هو يشرح حواليه فيلم مهم او كلام زي ده حتفوتك الحاجات دي لان الفيلم فيه لحظات ساحرة فعلا لا مش ديسكاستن خالص بس شوك كان ايه هدف الفيلن طيب ولا مش مهم للقصة اللي بيحط ما هو برضو بباسم انت داخل تسأل الأسئلة الغير ملأمة من غير ما تدي فرصة بالفيلم ان هو يشرح وجهة نظر احنا منتكلم عن مش مطلوب منك تتعاطف معه او تتفهم اهدافه او كلام زي ده لان اهدافه ونوايا وتكوين شخصيته كلها ابعاد مرضية وابعاد شريرة مش مطلوب ابدا ان يبقى فيه تفسير للامور اللي زي دي والبروفايل ده ما هواش فريد قوي ما تقدم قبل كده في افلام كتير تقدم في بتاع بري لارسن وتقدم في حاجات تانية كتير قوي ولو بتقرأ القصص بتاعة الجرايم انا كان عدد بالفيز دي في حياتي الدوافع المرضية بتؤدي بالناس انها تعمل اكتر من كده فيلم بريزنرز على سبيل المثال الدوافع اخدنا وقت عشان نقعد نشرحها المرضي مش واخدين وقت بس انت لو فكرت هتفهمها خصوصا وان ليها تماثل دايما نفكره في النقطة دي فيه شخصية تانية في الفيلم من افضل افلام السنة من اكتر افلام السنة تفرضا ومن اكتر الافلام اللي انا استمتعت بيها لو عاوزت تبصي لها من الزاوية دي لو عايزت تبصي على ده بلاك فون من زاوية المشاكل اللي فيه والعيوب اللي فيه والحاجات اللي الزاوية دي هتلاقي نازل كتير شفت تشابه ما بين ايت وبلاك فون يعني بالسرق من ابوه اه 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 دي معلومة اللي ما عارفش الموضوع ده انا حقيقة ماخدش عارفة لغاية قبل الستريم ده بساعتين مثلا بس فيه مكالمة مع صديق من موفيز بوب كورن لفت نظر للموضوع ده فيلم ده مأخوض عن قصة قصيرة جوهل جوهل ده ابن ستيفن كينج فالتشابه مع مدرسة ستيفن كينج مش صدفة خالص تقييمك لأداء الممثل اللي قده شخصية الاخ اوستن باتلر اعتقد ان هو اول ترشيح مضمون في الاوسكار السنة دي بعيدا عن التكسيد اللي جسده وبعيدا عن المعاناة بتاعت الشخصية وبعيدا ان هو قرب لنا الفس من حاجة ممكن نحللها ونفهمها وده من اصعب ما يمكن اصلا لان الافيس بريسلي ده الاسطورة بتاعته ان هو بعد السن معين بعد فترة معينة اختفى انت مستحيل شوفه وشه هو لابس النظارة انت شفته الفيلم اللي شاف في فيلم او اللي شاف التريلر او ده ممكن نحلل فيه براحيتنا بقى التفييمة بنت اللازينة بالسوالف بالشعر الكتير وهو شخصية كان في حالة من المعاناة لدرجة انه مش عايز الناس يشوفه اللي هو بيمر به فاختفى وراء اللي هو كان عامله فان فيه ممثل يعرف يحاول يوصلك للمشاعر دي او للاحاسيس دي فده مهم جدا ومع ذلك مش ده السبب اللي ممكن يوصل اوستن باطلر لانه يكرم التكريم الاكبر سينمائيا عن هذا العام ولكن صعوبة الفيلم ده وات على مستوى الاخراج الفيلم ده شبه المسرحية شبه الاوبرا شبه الكلام ده كله وخصوصا في النص الاول مع سرعة الاحداث وصرعة المشاهد والانتقال الهيستيري ما بينهم النص الاول نص مجنون ست طويل عريض بابعاد بلايرز ممكن يعدي عليه في مونتاج توقف فيه اربع ثواني وتعدي خلاص واللي لقطك لقطك واللي ما لقطكش ما لقطكش فالافلام اللي زيدي يا جماعة بتبقى سنستيف جدا 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 في تحركات وتعبير الممثلين ده بعيدا عن التحديات التقنية الاخرى اللي برضو عالية اوي في الفيلم ده البرودكشن ديزاين التجربة السماعية التجربة البصرية بتحركات الكاميرا بالسات بالدكور بالملابس الممثل بقى يعني مشهد حياخد على الشاشة اربع ثواني انت مطلوب منك انك تنقل حاجة وحتتحرك حتروح من نقطة لنقطة وحتقول حاجة لازم تكمل فالفيلم ده زي ما بيقولوا كده كله كيوهات كله كيوهات يعني انت هتدخل من النقطة دي هتقول كذا ما ينفعش تاخد اكتر من سانيتين وهتطلع من النقطة دي هنفتح شباك هتطلع راسك هتقول حاجة راسك دي ما يفعش تيجي سانتي مين ما يفعش تيجي سانتي شمال الاضاءة موجودة في المكان الفلاني هننقل عليها بسبوتلايت لازم تتواجد فيها مع حركة راقصة معينة تنقل تعبير ونتحرق منه انا ريسود الواد ده اتهان يا جماعة الواد ده اتهان بكل تأكيد يعني يا دود هل الفس فرص في الأوسكار هو نازل بادر اذا انه هنلزوم عن موسم الأوسكار اه 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 افضل من مولان روج افضل من مولان روج قلت في التويتر بعد ما شفت الفيلم انه هو بيرجع باز ليرمن للفورمة بتاعت مولان روج وقصدي برضو المنتاج المجنون السريع مع الانتقال في الثيمز الموسيقية المختلفة تماما فده ابداع بكل تأكيد واخر مرة شفته منه شفته في مولان روج حاول يعبر حاجات شابه في The Great Gatsby بس Great Gatsby ما كانش على مستوى السرعة دي وما كانش على مستوى المخاطرة دي وكان ستيلايزد اكتر من اللازم كنت تحس انك بتتفرج على ليير سي جي اي ركبة وربعد كتير قوي كامل احترامي للبرودوكشن ديزاين وللساتس وللإكسترافاجانزة اللي تقدمت في The Great Gatsby بس في مولان روج كانت ملموسة اكتر بصرف النظر عن طريقة التقديم وفي الفيس نفس الموضوع بتاع مولان روج مع فارق مهم جدا في مصلحة الفيس واتوقع ان انتوا هتوافقوني عليه مولان روج بيصدع مولان روج فيه مشاهد فيه اولا غناء ايوان مجريجر بالنسبة لي الشيء مش مقبول اطلاقا شايف انه شيء مش انساني ولما كان بيهد الهاي نوتس مع المزيكة الكتيرة قوي والتدافع بتاعها والزحمة البصرية اللي كانت موجودة انا كنت بصدع دماغي كبت وجعني من مولان روج مع كامل احترامي وحبي ليه اما بكرهش الفيلم الفيس لا الفيس مبتزن قوي 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 الواد اداءه المصرحي مرعب وبيقلد مين يا معلم بينقلنا اداء مين وستن بطلر بينقلنا الاداء الحركي بتاع ابو الاستعراض المصرحي الغنائي في العالم المعاصر لو مفهوم المعاصر ده كان من سنة خمسين لحد النهاردة يعني ده الرجل اللي تعلم منه كل الناس بما فيهو مايكل جاكسون اللي بعد كده بقى ده كينجوف بوب ونوبادي موفز لايك مايكل جاكسون وكلام زي ده انا تعلم منه اصلا انسبايرد منه ومن عميل لا لان من نقاط الضعف في الفيلم ان هو بيحكي اكتر من اللازم في راوي للفيلم شخصية بتاعته بيروي الفيلم الفيلم المفهود ان هو بيتحكي من منظوره فحكي لك كل حاجة يعني لو انت ما تعرفش هتعرف ولو انت ما تعرفش هتتصدم من انك تكتشف قد ايه الرجل ده كان اسطورة وقمته كانت عاملة ازاي بالنسبة للمشهد الشعبي كله مش للفنة بس انا لسه ما شفتش هل فيه تطبيل للشخصية ولا ما فيهوش الا تطبيل للشخصية الحقيقة لا الفيلم امطلع الفيلم سكر السكرات ما هياش عملية كدب في تاريخ الفيلم وتغاضي عن بعض الزوايا هو حكى كل الزوايا وحكى كل الحاجات اللي ممكن تيجي في بالك بخصوصه ولكن قدم لها تفسير في سياق السيناريو بتاعه تخليه ضحية في كل مرة وانت كمشاهد هتشتري مش هتلاقي نفسك بتدرس مش اللي هو لا حتلاقي نفسك شاري الفيلم الفيلم كان لازم يركز اكتر مع موضوع السرق هو بدل ما يتعامل معها زي ما يكون الرجل دو تسرق ارث مش بتاعه هو لك اولا هو تربى في وسط الناس دي ففكرة انه هو كان في المجتمعات البيض مع نفسه وبعد كده كان بيروح يلقط من المزيكة بتاعتهم ويقلدها ويقدمها هو نعمش حقيقي هو اتولد في وسطهم وتربى في وسطهم وكلهم صحابه وكلهم بيحبوه وكان بيشوف المزيكة بتاعتهم وكان بينقلها بازنهم لان ده هو اللي حيديهم الانتشار فده بيفقدوا صفة الاصالة بكل تأكيد فكرة ان فيه كتير من اعماله المهمة جدا مش بتاعته هي بتاعتهم بس ده شيء معروف ده مش سر ده مش حاجة تم اكتشافها مؤخرا يالا هوي ده انا لقيت الاغنية دي شابه الاغنية وهو عارف وهم عارفين وهو عارف وكلهم عارفين وامريكا كلها عارفة من فجر التاريخ والموضوع ما فيهوش حاجة غريبة المهم بقى هل انت بتقدم ده انك بتستغل نقطة الضعف اللي عندهم وبتقلبها النقطة تقوى عندك عشان تبيع نفسك الفيلم بقى جي في الحتة دي ورح مقدم تبرير تاني لا ده قدم كبري في اشد واسوأ عصور التفريقة العنصرية والسيجرجيشن في امريكا هو اللي فتح البوابتين دول على بعض هو اللي فتح استقبال الفن ده هنا وفتح هنا انهم يتقبلوا الناس دي بالثقافة بتاعتهم بالامور دي كلها وعانى بسبب ده وحارب من اجل ده فدي الحتة اللي فيها شواء طبيل ممكن تخليك اللي هون زم بسم الله ما شاء الله انت مش خدت مش خدت مش خدت المشكلية وما تكلمتش عنها وبس ده انت قلبتها انجاز يعني بس انا بقول لك جوه سيناريو الفيلم هي متبعة وانت كمشاهد حتشتري سدق ده سؤالي ده ايه بوهيميان رابسدي جنب الفيلم مش فيلم من قصله مش فيلم اقل مش فيلم ما كرمش الشخصية مش فيلم مش دقيق في نقل الاحداث مش فيلم فيه كوارث على مستوى الاخراج والمونتاج والاداية التمثيلي مش فيلم متواضع على مستوى التجربة الاستعراضية مش فيلم من اصله جماع بوهيميان رابسدي دوت لولد ان اللي كان فيه رامي مالك احنا كنا جرارنا في الشوارع بس عشان خاطر ايه كأنه نادي بيلعب فيه محمد صلاح كده احنا عملنا نفس المعاملة النصف الاول تناول قصة الفيس من المنظور اللي كنت منتظره النصف التاني مو افضل حاجة جماع الفيلم قصة حياة الفيس بريسلي فصول كتير اوي 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 فقدر ان قصته حضرتك كده لو انت مستوى انطالب في اعدادي ولا بتاع قصة حياتك دي فيها فصول كتير اصلا من قبل ما نعمل اي حاجة هي فيها شوية فصول عدت بشوية مراحل وشوية تغيرات لو عملوا فيلم معانها وقلت لك ان الفيلم ده ممكن تقسمه نصين لو احنا قلنا ان حياتك عدت بست مراحل هتقسم النصين دول كم مرحلة والنص ده كم مرحلة تلاتة وتلاتة لا الفيلم ده مثلا عده في حياة الفيس بريسلي بحسبة عشر مراحل تسعة في النص الاولاني وواحدة في النص التاني وواحدة ما تستهلش يعني اللي عملوا عليها النص التاني المرحلة بتاعت حياته اللي عملوا عليها النص التاني من الفيلم كله اصلا كانت ممكن تنزل في شكل تيكست في اخر الشاشة وخلاص لأن المراحل الساحرة فعلا والمهمة جدا والجذابة جدا واللي تهم المشاهد فعلا وتجذبه وتخليه مهتم هي اللي حصلت في النص الاول كله انا اصلا اتفاجئت لما عملوا بريك انا كنت متخيل ان الفيلم حيكمل مش حاملوا بريك لقتهم عملوا بريك انا رسول هو فاضل ايه في عمر الرجل عشان تعملوا بريك دلوقت حاكي قصته من الاول للاخر ولا اجزاء حاكي قصته من ساعة اكتشافه للنهاية وما قبل ذلك تم تناوله في شكل فلاش باكس انا سألت كتير كدبين بتخدعوني اجامد اجامد فشخ برضو ترشيحه مضمون توم هانكس عمل تحول على مستوى الشكل وعلى مستوى الطريقة ما فيهاش حاجة توم هانكس طريقته بأداءه بأسلوبه توم هانكس يدوب فيها لا بس هو المنظور مش الاناتومي فهم يعني هو شخصية موجودة في الحياة وهم مدلوش اي جانب اخر اكتر من كونوا فيلن بشوية اموشنز على جنب كده ولكن ما فيهوش دبت كافي الفكرة الاساسية بتاعته انه هو منظور فلو انت تدص عليه وتحس انه هو مش عميق بالقدر الكافي دي مش مشكلة بس ما تقلبوش كارتون ما يبقاش المضاد طول السك الدايات من الاغاني الجديدة بفيلم الفس يمكن نفس تبقى الاغاني كاملة من غير الحقبة ليه ايه لا دايقك فيها الاغنية الوحيدة اللي دايقتني البرفورمانس بتاعتها توتي فروتي لان الليب سينكين كان سايق ما كانش حلو مش موفق وشكل الجدع اللي كان بيغني لها يتماشى مع طريقة الغنة اللي كانت ماشية غير كده لا لا عجبني قاوي الميكس اللي كان معمول دوت وطريقة الانتقال من ثيم لثيم ومن طريقة لطريقة لا 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 ده فيلم يرقصك انا كنت قاعد ونتدق في النص الاولاني بالتحديد اللي هو انت مش هتعرف تكونترول ما يفعش تقعد ساكت وهو كمان بيعمل الرأس بتاعه وشغل التشنجات والكلام ده وانت قاعد بتتفرج لانا انا عملت لا انا انبسط قاوي بيلبس كام اغنية ده ما عرفش عدد لان الفيلم مش اغنية بتبتلي وبتخلص دي حاجات صيحة على بعض وحاجات بتبصي لبعض بقولك فكر في تجربة اوبرالية مسرحية مش مش شبه الافلام كلها بس مليان اغاني حضرتك شايفين استنادي انتصار الاستنام على افلام السوبر هيروز نسبيا مش لدرجة الانتصار بس الافلام موجودة والناس بتدخل والحياة احسن بكل تأكيد بيعمل جميلة عامل مرضوط كويس قوي بلاك فون موجود في الصورة عندنا فيلمين بيتنفسه على صدر شباك التذاكر بخمسة وتراتيين مليون ونص واللي اتنين مش سوبر هيرو موفيز فده كلام محترم قوي بكل تأكيد نتمنى المشاهد العربي رخر يعيش النهاردة معنا اكتر من كده شوان الناس لسه برضو لو ما بتتكلمش في مارفل لو ما بتتكلمش في دي سي لو ما بتتكلمش في انيمي لو ما بتتكلمش في اسمه ايه دا وتفي جيموف ترونز يبقى نتكلمش في حاجة